السلام عليكم رب يعطيكم العافية جميعا دفعة شفاء ان شاء الله تكونوا جميعا بخير ويكون الفصل ماشي معكم بأحسن حال بعرفكم نفسي مجددا كونه زمان يعني من أيام لاب البيوما حكينا أنا محمد اسمادي من دفعة روح وان شاء الله في هذا الفيديو رح نبدأ في سلسلة شروحات لجنة الطب البشري لمادة الفيسيولوجي وراح نبدأ في شرح المحاضرة الأولى من محاضرات المادة طبعا جماعة المحاضرة الأولى أعطاكم إياها الدكتور نايف غرايبة وهذه المحاضرة كانت في السنوات الماضية تنعطى على محاضرتين جامعيات لكن الدكتور المرهاي أعطاكم إياها في محاضرة واحدة كون الأسبوع الأول ما أخذتوا أنتوا أي محاضرات فالمحاضرة مكسومة على بارتين هذا البارت الأول والبارت الثاني رح أشرحه في فيديو من فصل هذا البارت هي عبارة عن مقدمة للمادة بدخلنا على المفاهيم الأساسية الخاصة بالست محاضرات الجاية تقريبا رح نبدأ نحكي هيك بمقدمة سريع عن المادة بعد أن نبدأ ندخل بالتدريج على موضوع الهوميوستيسز أو موضوع الاتزان الداخلي طبعا جماعة مثل ما بتعرفوا الشرح رح يكون على برق الدكتور أحمد القعود فبسم الله الرحمن الرحيم نبدأ بالشرح بس جماعة قبل ما نبدأ بالشرح هيك آخر ملاحظة طبعا أنتو كلكم بتعرفوا كيف المادة المادة صراحة هي من المواد الممتعة هذا الفصل على خلاف باقي المواد يعني باقي المواد ممكن يكون فيها زناخة ممكن يكون فيها ضغط ممكن يكون فيها زخم المادة صراحة مادة الفيسيو يعني أبسط من غيرها بتعتمد على الفهم المادة لطيفة وكثير مهمة بحياتك يعني كثير مهمة بدراستك كثير رح تبني عليها لقدام أنت بالفيسيو رح تبني عليها لمادة مثلا بسنة ثانية مادة الباثو كأنه بالفيسيو أنت بتعرف الإشي الطبيعي والباثو أنت بتعرف الإشي الغير طبيعي فأنت عشان تعرف الإشي الغير طبيعي لازم أنت تكون عارف الإشي الطبيعي فما بدأ طول بالحكي بس أنه انبسطوا بالمادة اطلعوا منها بعلموا ممتاز وبالنسبة للعلامات يعني إذا أنت كنت تفاهم المادة كويس ودارس كويس يعني العلامات إن شاء الله إنك تقدر تحصلها مثل ما حكينا إنه محاضرة اليوم هي بالبداية هي عبارة عن introduction بحكينا أول نقطة اللي هي إيش تعريف الفيسيولوجي تمام؟ الفيسيولوجي ببساطة يا جماعة هي هي الوظيفة الطبيعية للجسم إحنا لو ترجم إيش يعني كلمة فيسيولوجي هو أو لما تدخل هسا يعني مثلا على الخدمات تشوف إيش المواد اللي ننزلها بالعربي الفيسيولوجي هي علم وظائف الأعضاء تمام؟ علم وظائف الأعضاء يعني أنت قاعد تشوف الوظيفة الطبيعية للعضو بتشوف الوظيفة الطبيعية لجسمك فالفيسيولوجي ببساطة هي the normal function of the body أنت بالفيسيولوجي بتدرس شو؟ بتدرس النورمل هاي أهم نقطة الفيسيولوجي يا جماعة هي عبارة عن specific characteristics and mechanisms of the human body that make it living being يعني هي مجموعة من الخصائص ومجموعة من الآليات ومجموعة من الميكانيزمز الخاصة في جسم الإنسان اللي بتمكنه من أنه يظل على قيد الحياة فباختصار يا جماعة أنه الفيسيولوجي أنا بدرس الاشي النورمل بدرس الوظيفة الطبيعية والفيسيولوجي هي مجموعة من الآليات اللي جسمنا بيشتغل عليها أو اللي جسمنا بيشتغلها مشان يحافظ على الحياة بحكي لك كونا أنه يعني أنه خلايا جسمنا بتشتغل بتناغم هسا إحنا بنعرف أنه خلايا جسمنا كل خلايا إلها وظيفة محددة هاي الخلايا تشتغل بتناغم أو بتكامل أو بتعاون فيما بينها مشان إحنا نحقق الوظيفة الطبيعية لجسمي بشكل كامل أو بسميه الهوميستيس بحكي لك أنه جميع الأعضاء وجميع الأنسجة بتقوم بتأدية مجموعة من الوظائف هاي الوظائف هدفها بشكل أساسي إنها تحافظ على البيئة الداخلية الانترنال انفيرومنت يعني بيئتك الداخلية البيئة داخل جسمك تحافظ عليها ثابتة تحافظ عليها مستقرة وتحافظ عليها متزنة هذا الإشي يعرف بالهوميستيس واللي رح نتطرق إلوه بالتفصيل خلال المحاضرات الجاية يعني من البارت الجاي وطلع هس الفيسيولوجي يا جماعة بتوضح مجموعة من العوامل الكيميائية والعوامل الفيزيائية اللي بتكون مسؤولة عن النشأة ومسؤولة عن التطور ومسؤولة عن تقدمك في الحياة فباختصار من هاي الفقرة يا جماعة انه الفيسيولوجي احنا بندرس النورمل الفيسيولوجي هي عبارة عن مجموعة من الآليات ومجموعة من الخصائص اللي بتخلي الإنسان على قيد الحياة خلايا جسمك بتشتغل بتناغم وأعضاء وأنسجد جسمك بتأدي وظائف تمكنك منك انك تضل عايش والفيسيولوجي بتوضح مجموعة من العوامل اللي كيف انت بتطور خلال حياتك كيف انت بتنمو كيف انت بتعيش كيف انت أصلاً انوجدت طبعا هنا مجموعة هاي بس عبارة عن مجموعة من النقاط يعني نادر جداً ما يجع عليهم أسئلة بالغالب يعني ما بيجع عليهم أسئلة بس انه يعني انت هي مقدمة للمادة ما بزبط انه مباشر انت تدخل على المعلومة اللي لازم تكون موضع سؤال قبل ما انت تمر بطبيعة المادة وتعرف المادة هي شو بتحكي أساساً في هنا موضوع انتو خبيرين فيه ومر معاكو كثير بأكثر من مادة اللي هو موضوع اللي هو يعني موضوع اللي هي المستويات الجسم كيف جسمك يتكون في عندنا بالبداية احنا بنعرف انه الجسم يا جماعة انت هسا كبني آدم بالبداية كان في عندي مجموعة من الآيونات تمام؟ أو مجموعة من الظرات هاي ظرات شكلت لي الخلايا مجموعة الخلايا شكلت لي التيشو شكلت لي النسيج و مجموعة الأنسجة بتشكل الأورغن و مجموعة الأورغن بتعمل جهاز كامل بتعمل سيستم فهذا الاشي انتو أساساً عارفينه بس راح نرجع نمر عليه بالبداية انا في عندي أبسط مستوى لجسم الإنسان اللي هو مستوى الكيميكال المستوى الذرات احنا في عندنا مجموعة من الظرات الأساسية و مجموعة من الآيونات الأساسية اللي بتشكل جسم الإنسان بأبسط طريقة في عندنا اللي هو الكربون عندنا الأكسجين عندنا الهايدروجين و عندنا النايتروجين هذول الآيونات أو هذول الذرات بشكله موليكيولز تمام؟ مثل الفوسفوليبيد مثل النيوكلياس بشكله مثل غير الفوسفوليبيد بشكله الجلوكوز غيرها من الكاربوهايدريت يعني غيرها من الموليكيولز هاي الموليكيولز رح تشكل اشي بسميه بتشكل عضيات الخرية تمام فهاي الذرات او هاي الايونات هي مهمة لانها بتكون الموليكيولز اللي رح تشكل لي الورغانيلز اللي بتكون موجودة داخل الخرية بالتالي هي بتشكل لي الخرية مثل شو الورغانيلز انتو عارفين اكيد مثل النيوكلياس بشكل أبراتس وغيرها من الورغانيلز بعد ذلك رح تكون عندي الخرية الخرية صارت هنا متكونة واحنا بنعرف انه السيلز ار ذا بيسيك فونكشنال يونت اوف ذا لايف يعني هي وحدة الوظيفة الاساسية اللي بقدر اسمي هذا الكائن انه كائن حي لازم يكون مكون على الاقل من خلية واحدة فهي الوحدة الوظيفية الاساسية في الحياة هاي الخلايا بيكون لها مجموعة او على الاقل وظيفة مخصصة واحدة بتحافظ على الحياة عدد الخلايا في جسم الانسان يا جماعة بيتراوح او بيصل لحوالي 100 تريليون خلية في جسمك تمام احنا بنحكي عن ارقام فخمة فكل خلية من هاي الخلايا لها وظيفة خاصة فيها طبعا يا جماعة هنا النقطة هاي لازم نفهمها كويس هسا احنا بنحكي انه كل خلية من هاي الخلايا لها وظيفة تمام مع انه جميع الخلايا جميع الخلايا بتكون مكونة من نفس المادة الوراثية طيب بما انه جميع الخلايا مكونة من نفس المادة الوراثية ايش اللي بيفرق بين وظائف فعال الخلايا بما انهم مكونات من نفس المكونات الفرق بينهم يا جماعة هي ايش الجزء من المادة الوراثية اللي بيكون فعال يعني في عندي خلايا بالعين تمام الجزء من المادة الوراثية اللي بيكون فعال فيها بيكون وظيفة الابصار باقي المادة الوراثية ما بتكون فعالة في عندي خلايا مثلا مثلا موجودة باطراف اصابعي هاي بتكون الخلايا وظيفتها إيش؟ وظيفتها تحس باللمس فبتكون الجزء من المادة الوراثية شغال هو بس الإحساس وغير باقي الأجزاء من المادة الوراثية ما بيكون شغال فهذا هو الفرق بالرغم من أنه جميع الخلايا مكونة من نفس المادة الوراثية إلى أنه مش كل الخلايا بيكون فعال فيها نفس الجزء من المادة الوراثية هذا اللي بيميز الخلايا وبيخلي كل خلية يكون عندها وظيفة قد تختلف عن غيرها هسا الخلايا يا جماعة على الرغم من انه في اختلاف بالوظائف اللي بتأديها الا انه برضه بتتشابه في بعض الوظائف المشتركة بينها مثلا ايش شموا هاي الوظائف اللي بتتشابه او بتكون مشتركة بين الخلايا هي ببساطة استهلاك الغذاء والاكسجين لصناعة الطاقة هي التخلص من الفضلات هي التجدد والتكاثر هسا بحكي لك انه كل الخلايا تستهلك الاوتو تستهلك النيوتريانس تستهلك الاكسجين والتغذية بشان انها تنتج طاقة تمكنها من انها تأدي وظيفتها وبتتشابه الخلايا برضه بانه هاي الالية لانتاج الطاقة هاي الميكانيزم لانتاج الطاقة بتكون مشتركة بين جميع الخلايا والنقطة الثالثة اللي بتشاركوا فيها انه جميع الخلايا لما تنتج طاقة احنا حكينا انه هي بتستهلك اكسجين وتستهلك تغذية مشان تنتج طاقة انه جميع الخلايا لما تيجي تنتج طاقة رح يطلع عندي end product يعني مخلفات لعملية انتاج الطاقة هاي المخلفات بيتم التخلص منها الى surrounding influence يعني بيتم التخلص من هاي المنتجات النهائية او من هاي الفضلات لسواء المحيطة بهاي الخلية والنقطة الرابعة اللي بتشابهوا فيها يعني جميع الخلايا تقريبا او معظم الخلايا تقريبا بيكون قادر على التكاثر او قادرة على تجديد نفسها ما عدا طبعا النيرز والمسلز يعني الاعصاب والخلايا العضلية ما بتكون قادرة انها تجدد نفسها ما بتكون قادرة انها تتكاثر يعني لو شفت حدا انقطع ايده عمرك شفت حدا انقطع ايده رجعت طلعت له ايد بدالها اكيد لا فعشان هيك ضلك نتذكر انه النيرز والمسلز ما بيتجددون بس تقريبا معظم الخلايا غيرهم قادرين انه يتجددون هزا احنا حكينا اول مستوى اللي هو الكيميكال ثاني مستوى اللي هو السليولر بعدين في عندنا التيشو ليفل تيشو ليفل اللي هو بيكون عندي نسيج مكون من مجموعة من ال ايدنتيكال سيلز يعني مجموعة من الخلايا المتماثلة ولما يصير عندي نسيجين او اكثر نوعين من الانسجة او اكثر هذا الاشي رح يشكل لي الورغن رح يشكل لي العضو ومجموعة الاعضاء رح يشكل لي السيستم وهذا السيستم رح يكون يؤدي وظائف متداخلة ومتكاملة مع بعضها البعض واخر شي بيكون في عندي مستوى الكائن الحي مستوى الاورغانيزم بهاي صفحة يا جماعة بالبداية رح نحكي عن السيستمات اللي بتكون او السيستمات اللي بتكون جسمي تمام طبعا احنا رح ندخل او رح نحكي عن هاي السيستمات بالمحاضرات الجاية كل سيستم لحال رح ندخل بتفاصيله من ايش هو مكون وكيف بيشتغل فيعني هون بس هي للذكر اذا بتحب انت تستفيد ما رح تنسأل عنها بهاي المحاضرة بس بالمحاضرات الجاية لما ندخل مثلا على الديجستف سيستم وندرس كيف الجهاز الهضمي بيشتغل واش مكون مكونات الجهاز الهضمي وقتا انت رح تشوف وين مواضيع الاسئلة لانك انت رح تكون دارس هذا السيستم بالتفصيل فيعني عبين ما نصل لها دولاك المحاضرات وكتا بنحكي عنهم لكن هون رح نحكي بشكل سريع انه انا في جسم الانسان بكون له 11 سيستم تمام 11 جهاز الاول اللي هو السيركولاتوري سيستم اللي هو جهاز دوراني مكون من الهارت والبلد والبلد فيزلز القلب والدم والاوعي الدموي السيستم الثاني اللي هو او الجهاز الهضمي بيكون مكون من يعني مكون من من البلعوم من المريء من المعدة من الامعاء الدقيقة والامعاء الغليظة من الغدد اللعابية والليفر الكبد والجولبلدر العصارة الهضمية ايه طبعا احنا زي ما حكينا انه كل الاجزاء هاي او كل الوظائف السيستمات تاي رح نحكي عنها من محاضرات منفصلة كل سيستم على حدة بس انه هنا للمعارفة والاستيزادة في عندنا الرسبيراتوري سيستم الجهاز التنفسي بيكون مكون من النوز الفارنكس اللارنكس التريكيا البرونكاي واللنكز يعني مكون من الأنف الفارنكس البلعوم اللارنكس الحنجرة تريكيا القصبة الهوائية والبرونكاي الشعب الهوائية واللنكس الرئاتين في عنده الجهاز البولي مكون من الكيدني الكيلة واليوريتارز واليورينا المثاني واليوريثرا السكليتال سيستم الجهاز الهيكلي مكون ببساطة من البونز العظام والجوينتس والكارتلج يعني الغضاريف والمفاصل الماسكولر سيستم اللي هو الجهاز العضلي مكون من المسلز الانتيجومنتاري سيستم اللي هو جهاز الجهاز الجلدي تمام ومن اسمه الجهاز الجلدي فهو مكون من السكن بشكل أساسي والهير والنيلز اللي هي الأضافر والشعر الاميون سيستم وهذا رح تأخذه بمساق منفصل بالفصل الصيفي مادة المناعة الجهاز المناعي بيكون مكون من العقد اللينفاوية بيكون مكون من الثايمس الغد الزعترية من البون مارو نخاع العظم التون سيلز الادينويد السبلين الطحال وغيرها من المكونات اللي رح تأخذوها بمساق منفصل النيرفاو السيستم اللي هو الجهاز العصبي بشكل أساسي الجهاز العصبي يا جماعة بيكون مكون من البرين والسباين الكورد تمام حسا البرين والسباين الكورد رح يطلع منهم عصاب طرفية هاي العصاب الطرفية بسميها هاي العصاب الطرفية بتتوزع على باقي الجسم وتمكنني من الإحساس في عندي اللي هو الجهاز الغدد الصم اللي هو عبارة عن جهاز مكون من أي عضو قادر إنه ينتج هرمونات تمام اللي هو الجهاز التكاثر أو الجهاز التناسلي عند الميل وعند الفيميل بيكون في عندنا أعضاء مختلفة رح ندرسهم بالتفصيل لوقت ما نيجي نحكي عن الريبرودكتف سيستم بس يا جماعة إنه هاي الفقرة هاي ما رح تنسألوا عنها حاليا بس إنه هيك للاستزادة هسا هاي الفقرة هون ممكن تنسأل عن بعض الأسئلة بيحكي لك هون إنه يعني إحنا كإنسان أو إحنا كبشر ربنا خلقنا مشان نعيش تمام وإنه هذا السبيل للحياة بيتم من خلال جهاز أو من خلال تنظيم داخلي موجود داخل جسمي يعني هسا لما أنت تمرض بتلاحظ أنه درجة حرارة جسمك ارتفعت هاي ارتفاع درجة الحرارة هي آلية دفاعية عملها جسمك غصبا عنك مشان نقدر يحارب مسبب المرض لداخل جسمك فبيحكي لك إنه يعني في عندنا تحكم داخلي في جسمي أنا ما بتحكم فيه يعني في عندي تنظيم داخلي داخل جسمي بيمكن لي من إني أضل على قيد الحياة وبيحاول إنه يحافظ على حياة الإنسان قدر الإمكان بيحكي لك كونة إنه يعني هي عبارة عن آلة إعجازية تمام هاي الآلة الإعجازية هذا الجسم هو إن وجد مشان يعالج نفسه ويحافظ على نفسه على قيد الحياة حتى بدون ما أنت يكون بدك فذكرنا مثال اللي هو مثلا كيف ارتفاع درجة الحرارة هي عبارة عن تنظيم داخلي وآلية دفاعية اتخذها جسمك ما أنت قررت أنه ترتفع درجة حرارتك في عندنا يا جماعة هاي معلومة لطيفة وممكن هتكون موضع سؤال صراحة عادي يعني هي بيحكي لك إنه الجليفش اللي هو قنديل البحر في أحد أنواع قنديل البحر اللي هو اسمه الإمورتل جليفش بيحكي لك إنه هذا الحيوان تمام قادر إنه يضل على قيد الحياة وما يموت يعني بيجدد نفسه وبيجدد خلايا نفسه بحيث إنه يظل على قيد الحياة لو أنه بيموت بحالة وحدة إنه أنت قتلته أو إنه إيجا حيوان ثاني أكله بس الوضع الطبيعي بيظل عايش إلى الأبد ليش؟ لأنه بيجدد خلايا نفسه هاي الجملة المكررة واشطبوا عليها نهي نفسه الأولى وهسا رح نحكي عن اللي هو إحنا حكينا إنه بيكون في عندي تنظيم داخلي داخل جسمي بيحافظ على الحياة وبيمكنني من إني أبقى على قيد الحياة حتى لو أنا ما بدي ومعظم هاي الأشياء بتكون أشياء بيتم تنظيمها داخل الجسم بدون إرادتي إيش هي هاي الأجزاء أو إيش هي هاي المكونات أو إيش هو الكونترول سيستم أو إيش هي آليات التنظيم داخل جسمي أولي شي يا جماعة في عندنا الجينتيك كونترول سيستم يعني التنظيم الوراثي يعني المادة الوراثية المادة الوراثية مثل ما بتعرفوا إنه هي عبارة عن الدي أني ومثل ما حكينا من قبل إنه مش كل الدي أني بتكون فعالة لا أنا بيكون مثلا عندي زي هيك هاي شريط الدي أني بيكون في عندي جزء جزء فعال وباقي الأجزاء ما بتكون فعالة تمام وهذا الإش اللي بيحكينا اللي بيميز الخلية عن غيرها إنه كل خلية لها وظيفة محددة حسب الجزء الفعال من المادة الوراثية فالجينتيك كونترول سيستم هو يعني عندما يتم تفعيلها بتمكن الخلية من أنها تأدي وظيفتها طبيعية وحكينا مثال إنه أنا مثلا الخلايا الموجودة في العين بيكون الجزء الفعال من المادة الوراثية بس الجزء المسؤول عن العملية الإبصار أما باقي أجزاء المادة الوراثية ما بتكون فعالة منطقة العين وهكذا قيس أنت عمم مع باقي الجسم عمم على الأنف عمم على الأذن عمم على الفم إلى آخره هاي الآلية أو الجينتك control system هاي المادة الوراثية هذا الإشي بيكون موجود معك من لحظة حياتك من أول لحظة من أول لحظة في حياتك هذا الإشي أنت ما بتقدر تتحكم فيه يعني أنت ما بتقدر تتحكم بالجينات اللي راح تصلك من أمك وأبوك أنت هاي الجينات انولدت معك ويعني هاي الإشي إجا من أول لحظة في حياتك إشي أنت ما بتقدر تتحكم فيه ما بتقدر أنت تغير المادة الوراثية اللي وصلتك من أهلك genetic mutations حسن إحنا بنعرف mutations يا جماعة معناها طفرات ال genetic mutations هاي الطفرات بتأدي أنه الخلايا ما تأدي الوظيفة الطبيعية لإلها إحنا حكينا أنه الخلايا الوضع الطبيعي بتأدي وظيفة طبيعية تمام لكن إذا صار mutations يعني إذا صار طفرات هذا الإشي رح يسبب أنه الخلايا ما رح يتأدي الوظيفة الطبيعية الخاصة فيها فهاي أول شغلة حكيناها اللي هي ال genetic control system الشغلة الثانية من ال control system اللي هي الإنسينتكس اللي هي عبارة عن الغرائز مثل إش الإنسينتكس مثل إيش الغرائز أول واحدة اللي هي الفود انتك ثانية واحدة اللي هي defense ثالثة واحدة اللي هي reproduction الفود انتك يعني عملية الرغبة في الأكل أو عملية شعورك بالجوع هذا عبارة عن إشي غريزي بيحفزك أنك أنت تأكل تمام؟ من الأمثل عليها اللي هي كيف الطفل الرضيع لما تقربه من صدر أمه هو حيرضع بشكل تلقائي ما أحد علمه أنه هو كيف عملية الرضاع فبيحكي لك من الأمثل عليها اللي هي يعني بدون تعليمه ما أحد علمه هو كيف يرضع والأمثل عليها برضو كيف الحيوانات تتعامل يعني أنه الحيوانات هي أقوى من الإنسان يعني هسا الإنسان مباشرة رضع من أمه ويعني كان هي عبارة عن كائن ضعيف مقارنة بالحيوانات لأنه الحيوانات بعض الحيوانات من أول لحظة ولادة لألها هي بتلحق أمها أو بتلحق أهلها بحيث أنه هي تتعلم كيف تحصل على غذائها بنفسها يعني بيحكي لك أنه بعد الولادة هي بتقف على أقدامها مباشرة بتلحق أمها مشان تحصل على الغذاء فهذا سواء عند البشر أو عند الحيوانات بسبب الرغبة في الحصول على الغذاء والحفاظ على الكائن على قيد الحياة الألية الثانية أو الغريزة الثانية اللي هي الدفاع كيف نعبر عنها نعبر عنها بعملية الشعور بالخوف أو الرغبة في النجاة تمام شعور بالخوف أو الرغبة في النجاة وين فير أو سيك ريفيجيو هذا يعني بتقدر تسموه زي قانون الغاب إنه البقاء للأقوى البني آدم أو الحيوان اللي عنده جينات أقوى هو الإنسان أو الحيوان اللي راح يضل على قيد الحياة بينما الأضعف راح يموت والغريز الثالث اللي هي الريبرودكشن اللي هي التكاثر تمام التكاثر يا جماعة ببساطة اللي هي الرغبة تو ريبروديوس أند كيب سبيشيز ألايف الرغبة في الحفاظ على هذا الفصيل من الكائن الحي على قيد الحياة والرغبة في التكاثر اللي هي بن قوسين سيكس ديزير الرغبة الجنسية بالتالي هي عبارة أو بحكي لك كون إنه سيك فيلوشيبس إنه الجميع أو جميع المخلوقات تبحث عن الشريك أو تبحث عن المكمل أو تبحث عن البارتنر بحكي لك هنا إنه الحيوانات الحيوانات تتقاتل بين بعض أو تتنافس بين بعض بشان تحصل أعطيكو أهم مثال كيف لما يكون فيه أسود ماشي مجموعة أسود بتنافسه بين بعض والأقوى هو اللي بيتزوج أنثى الأسد تمام فالحيوانات تنافس بين بعض والأقوى هو يتزوج ليش؟ لأن الأقوى لما تزوج بالتالي إحنا حافظنا على جينات الأسد الأقوى أو الحيوان الأقوى فإحنا حافظنا ونقلناها للجيل الثاني فالحيوانات تتقاتل بين بعضها الأقوى هو اللي بيتزوج لتحصل على الجينات الأقوى للجيل اللي بعده في عندنا مثال ثاني غير الأسود اللي أنا أحكيت لكم إياه أنه سمك السالمون يا جماعة سمك السالمون هو بيعيش بالمياه العذبة تمام بس وقت التزوج بيجي سمك السالمون بيتزوج أو بيتكاثر وبيضع البيوض وين؟ بيضع البيوض في قمة النهر عكس التيار تمام ليش؟ مشان البيوض الضعيفة تموت والبيوض القوية هي اللي رح تصل للطرف الثاني من النهر إحنا حطيناهم عكس التيار والبيوض الأقوى هي اللي رح تصل للطرف الثاني من النهر فبالتالي إحنا تخلصنا هون أو السلمون هون بيكون تخلص من البيوض الضعيفة وحافظ على البيوض القوية والبيوض القوية هاي لما تعيش راح ترجع للأوشن ترجع للمحيط بدون أهلها وقتها هي راح ترجع مرة ثانية لما تيجي تتكاثر راح ترجع على قمة النهر في عكس التيار وتحط بيوضها والبيوض الأقوى راح تعيش والبيوض الأضعف راح تتاكل في المحيط وترجع السلسلة من أول جديد بالتالي هنا سمك السلمون حافظ على البيوض الأقوى أو حافظ على الجينات الأقوى طيب النقطة الرابعة يا جماعة هي المتيرنتي المتيرنتي هي الأمومة الأمومة هي واحدة من أبرز وأقوى الغرائز الموجودة في الحياة هسا يا جماعة لما تشوف أي حيوان راح تلاحظ أن أمه مستعد تدافع عنه لدرجة أنها ممكن تضحب حياة تمشانه فغريزة الأمومة بتبلش من بعد الولادة سواء عند الحيوانات أو الإنسان خلينا نحكي عند الإنسان لما أنت تحط الطفل على صدر أمه مباشرة بعد الولادة والأم ترضعه هذا الإشي رأي له فوائد يعني مستحيل تقدروا تتخيلوها أول إشي بيخفف السترس عند الجهتين بيخفف السترس عند الطفل وبيخفف السترس عند الأم ثاني إشي بيعمل رابطة بينهم ثالث إشي بيحميهم من أمراض مناعة داخلية رابع إشي بيحميهم من بعض السراطنات فوجود هاي الغريزة غريزة الأمومة بس بمجرد أنك أنت تحط الطفل مباشرة بعد ولادته على صدر أمه هذا الإشي رح يبني علاقة بينهم رح يبني رابطة بينهم و يحميهم ويدافع عنهم من أي خطر ممكن يواجههم يعني هذا المقصود المقصود فيها اللي هي الأمراض المناعة الداخلية أو أمراض المناعة الذاتية طب يا جماعة احنا حكينا أول شي عن الجنتيك كونترول سيستم بعدين حكينا عن الغرائز وهس رح نحكي عن الهوميستيسز هذا الموضوع اللي رح نصير نحكي عنه بالتفصيل خلال البارتات الجاي الهوميستيسز يا جماعة هو عبارة عن الاتزان الداخلي لداخل الجسم تمام وهو بيمثل التناغم والتعاون بين الخلايا ليش؟ لشان نحافظ على البيئة الداخلية تكون كونستنت ثابتة ومستقرة الوظيفة للهوميستيسز احنا حكينا تحافظ على بيئة مستقرة وبيئة ثابتة وحالة ثابتة داخل جسمك الانترنال انفيرومنت بين قوسين الاكسترا سيليولار فلويد وهس رح نحكي كيف بس هاي النقطة خلوها لتحت هسا خلايا الجسم حكينا انه ممكن يوصل عددها لمية تريليون خلية اكثر نوع من انواع خلايا الجسم الموجود في جسمك هو الار بي سي هي خلايا الدم الحمراء ريد بلوت سيلز عددها بيكون لكل سنتيمتر مكعب عددها بيكون خمسة مليون فتقريبا ربع خلايا جسمك هي عبارة عن ريد بلوت سيلز يعني ربع خلايا الجسم هي عبارة عن خلايا دم حمراء حسنا رح نحكي عن موضوع البي فلويد هو اخر موضوع في هذا البارد حسنا يا جماعة جسم الانسان تمام جسم الانسان 60% منه فلويد هذول 60% بين قسمه لقسمين قسم بيكون 40% وقسم بيكون 20% القسم ال40% اللي هو يعني كداش بيشكل بيشكل الثلثين العشرين بالمية بتشكل الثلث طيب هسا ال40% هاي وين بتكون موجودة 40% من السوائل او اللي هي حكينا انه 60% من جسم الانسان هو فلويد 40% اشي و20% اشي 40% هاي شو بتكون بتكون انترا سيليولار بتكون موجودة داخل الخلايا نفسها و20% بتكون موجودة اكسترا سيليولار بتكون موجودة برا الخلايا طيب طيب هسا الانترا سيليولار احنا بنعرفها انه هي السوائل اللي بتكون موجودة جو الخلية تمام تمام بينما الاكسترا سيليولار بتكون مكسومة لقسمين هسا يا جماعة انترا سيليولار فلويد تمام هذا احنا عارفين بينما الاكسترا سيليولار فلويد هو عبارة عن السائل الموجود دخلنا نحط لون ثاني هاي لون أصفر السائل الموجود هون هذا السائل هو عبارة عن اكسترا سيليولار فلويد كونه موجود خارج الخلية برضو عبارة عن السائل الموجود داخل الاوعية الدموية واللي بيسميه بلازما تمام فالاكسترا سيليولار فلويد يا جماعة هي عبارة عن البلازما هي عبارة عن البلازما زائد السائل اللي بيكون محيط بالخلية اللي بسميه الانترستيشيال فلويد طيب فحكينا انه احنا 60% من جسم الانسان او من وزن الانسان هو عبارة عن سوائل لو بدي افترض انه وزن الانسان 70 كيلو بضرب 70 بستين بالمية بطلع عندي 42 لتر يعني البني آدم اللي وزنه 70 كيلو 42 لتر بيكون موجود داخل الجسم هذول 42 لتر حكينا انه احنا منقسمهم 40% و20% 40% بتكون موجودة داخل الخلايا يعني الثلثين بتكون موجودة داخل الخلايا بالتالي بتكون تقريبا 28 لتر والثلث بيكون موجود خارج الخلايا بسميه extra 20% واتكون 14 لتر حسا الهوميوستيسس حكينا وين بيصير بيصير بال يعني بالسائل الموجود خارج الخلايا انا ما بهمني السوائل الموجودة داخل الخلايا احنا بهمنا السوائل الموجودة خارج الخلايا وهي اللي بيصير فيها عملية الهوميوستيسس او التنظيم الداخلي او الاتزان الداخلي حسا يا جماعة بس عشان نميز بالمصطلحات الاكسترا سيولير الفلويد حكي منعرف ان هي السوائل الموجودة خارج الخلايا حسا اي السوائل الموجودة خارج الخلايا هي موجودة فعليا جوا جسمي فبسميها الانتيرنال انفيرومنت الانتيرنال انفيرومنت هي نفسها الاكسترا سيولير الفلويد تمام احنا منحافظ على الاكسترا سيولير الفلويد يكون كونستنت يكون ثابت طبعا ثابت ما بعني انه رقم ثابت انه والله بس مثلا خمسطاعش او ستاعش او رقم محدد لا احنا نحافظ على ما في بالفيسيوليج رقم تمام هيك انت كون حافظها ما في بالفيسيوليج رقم بالفيسيوليج انت عندك تمام عندك معدل عندك معدل لدرجة الحرارة ومعدل لضربات القلب ومعدل الى اخره ما في عندك رقم ثابت اللي هو اذا زاد عنه الجسم رح يمرض او اذا قل عنه الجسم رح يمرض. عندك انت معدل. عندك رينج. هسا اللي يميز بين الاكسترا سيلور فلويد والانترا سيلور فلويد هو موضوع الايونات اللي بتكون موجودة داخل وخارج الخلايا. شايفين هاي الصورة يا جماعة? بنا نعرف نقطتين. النقطة الاولى اللي هي للان اي والك اي والنقطة الثانية اللي هي للبلوكوز. وضيفه للاحتياط اله سي او ثري ماينس والسي ال ماينس. بس باقي الاشياء طنشوها. يا جماعة اكثر ايون موجود خارج الخلية هو الصوديوم. بكون قداش الرقم? مية واثنين واربعين. تمام? بكون موجود جوال الخلية عشرة. يعني رقم قليل مقارن خارج الخلية. فاكثر ايون موجود خارج الخلية هو الصوديوم. واكثر ايون موجود داخل الخلية هو البوتاسيوم. طيب اكثر ايون سالب موجود خارج الخلية هو السي ال. وانتو احفظوها مرتبطة اصلا ان اي سي ال. احفظوها ان اي سي ال. الان ا هو اكثر ايون موجب موجود خارج الخلية. والسي ال ماينس هو اكثر ايون سالب موجود خارج الخلية. الايونات الموجب الموجودة داخل الخلية اكثر ايش هي البوتاسيوم. واكثر ايون سالب موجود اه داخل الخلية هو ال. في عندنا اللوغلوكوز وهذا رح نحكي عنه بالمحاضرات الجاية انه بيكون بنسبة اه تسعين او بتركيز تسعين خارج الخلية. فهنا مراجعة سريعة اللي هو اكثر كتيون. كتيون يعني ايون موجب تمام? هو الاي بلس. واكثر الايون يعني سالب هو السي ال ماينس. وتذكروها الاي سي ال. اكثر ايشي او اكثر ايون موجب هو واكثر ايون سالب هو ال اش سي او ثري ماينس. بحكي لك انه الاكسترا هذا السائل الموجود خارج الخلايا هو في في حركة مستمرة. هاي الحركة المستمرة من اين تيجي? تيجي من الدم. الدم هو بيحرك السائل خارج الخلايا. بشكل اساسي من البلازما. هسا بتعرفوا يا جماعة انه احنا الجسم او تحديدا القلب رح يضخ الدم. رح يضخ الدم في الشرايين والشراينات الارتريولز بعدين رح يوصل للكابيلاريز الاوعي الدموية. بعدين رح ينقل الاكسجين والتغذية للخلايا. وياخذ من الخلايا ايش? ياخذ من الخلايا سي او تو والمخلفات. وبعدين يرجحهم للقلب مرة ثانية عن طريق ال اه الفينيولر كابيلاريز بعدين للفينيولز والفينز لا الاوريبة. بعدين رح يرجحهم للقلب ويتخلص منهم. يا جماعة اذا احنا بدنا نوصل دم اكثر لعضو معين شو رح نعمل? رح نعمل يعني رح نوسع الاوعي الدموية. لكن اذا قررنا انه نقلل اصول الدم لعضو معين رح نعمل يعني انقباض في الاوعي الدموية. والعقل يعني انت لما تقبض على الاوعي الدموية رح تقلل حركة الدم. بالتالي رح يصير يصل دم اقل. بينما لما تعمل توسع الاوعي الدموية رح يصير زيادة في وصول الدم للعضو. هكا جماعة ما يكون خلصنا البارت الاول. ان شاء الله تكون المحاضرة خفيفة. اذا احتجتوا اي مساعدة ما تترددوا انكم تبعثوا لي باي وقت. اه ونراكم في فيديوهات قادمة. بالتوفيق جميعا.